المفروض كان محمد صلاح ياخد احسن لاعب في العالم وده بشهادة كل الناس اللي بيفهمه وهم مجردين وما عندهمش هوى في انفسهم محمد صلاح مش عشان احنا منحزين ليه عشان هو يستحق انا بقول محمد صلاح بعيدا عن مصريته بعيدا عن ربطه بعيدا عن اسلام ومحمد صلاح احسن لاعب في العالم محمد صلاح افضل لاعب في العالم محمد صلاح يستحق جائزة افضل لاعب في العالم لكن محمد صلاح مثل اللي ما لعبش قد ايه وهو اللي خد لكن اعتقد ودي ثقة ان في عنصرية في الاختيار في محابة في الاختيار في عدم تجرد في الاختيار في اصابع خفية بتلعب في الاختيار لكن محمد صلاح لم يحضر هذا الاحتفال وخل مراته زوجته تكريما لها تتسلم جائزة القدم الذهبية نيابة عنه دي ما لهاش علاقة بالمسابقة التانية او الجائزة التانية دي للفوق 28 سنة دي ماجي صادق زوجة محمد صلاح بشكل فيه نوع من الرقي الاسرة لحفاظ على الاسرة المصرية الشكل الرائع للاسرة المصرية الشكل الراقي للاسرة المصرية انا اتصور انه الناس اللي شائعنا ولما ربنا بيديهم بيشرفونا برضو دول جزء من مصر دول طلعين من ملح الارض فدول دايما هتلاقيهم لهم ذكرى حسنة وسلوكيات عطرة وبيتركوا قدوة حسنة للناس محمد صلاح استطاع انه هو خلال الفترات اللي عبها في اوروبا وبسلوكه بثقافته بتطوره بمجهوده باجتهاده انه هو يكون نموذج لملايين البشر داخل اوروبا وخارج اوروبا محمد صلاح وزارة خارجية تمشي على قدمين محمد صلاح مش سفير عادي ما فيه عندنا صفراء كتير نوال حسنة بل صفراء سياسيين لكن محمد صلاح سفير انسانية سفير الانسانية سفير الاكتهاد سفير النجاح سفير التحدي محمد صلاح نموذج احنا فخورين به لانه مصري واحنا فخورين به لانه محترم وانه ناجح واعتقد انه ملايين المصريين يتمنوا وزي محمد صلاح اقولوا من فضلكم اجتهدوا زي محمد صلاح وعرفوا انه ما فيهش حاجة مستحيلة ما فيهش مستحيل امام ارادة الرجال